موسيقى نشرة التاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار ونبدأها بالعناوين موسيقى شورى ثوار بنغازي يؤكد مقتل أربعة عناصر من قوات حفتر وإصابة عدد آخر في محور النواقية والحاسي يقول أن طائراتهم استهدفت تمركزات لشورى الثوار في مدينة بنغازي موسيقى الهلال الأحمر فرعجدابيا يعلن مقتل طفل وإصابة آخر نتيجة سقوط قديقة هاون على منزلهما بحي 7 أكتوبر موسيقى وكوبلر يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين موسيقى المؤتمر الوطني يعلن خارطة طريق تتضمن تشكيل مجلس تشريعي من 200 عضو يعمل وفقا للإعلان الدستوري إلى حين إجراء انتخابات تشريعية والانتهاء من كتابة الدستور موسيقى أهلا بكم أكد مصدر من شورى ثوار بنغازي مقتل أربعة عناصر من قوات حفتر وإصابة عدد آخر بمحور النواجية يوم أمس مضحا أنهم حققوا تقدما كبيرا وفق تعبيره وأضاف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات الكتيبة 204 دبابات حاولت تقدم في الحي الجامعي لافتا إلى أن قوات الشورى صدت هذه المحاولة ولم تخسر أي تمركز لها بحسب قوله وأفاد المصدر بأن محور ابو عطني شهد هو الآخر اشتباكات يوم أمس هذا وقال النطق باسم سلاح الجوء التابع لقوة حفتر ناصر الحاسي إن طائراتهم استهدفت عددا من تمركزات شورى ثوار بنغازي مشيرا إلى أنهم قصفوا عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الشورى ونشهد الحاسي المواطنين ضرورة الابتعاد عن أماكن الاشتباكات منوها إلى أن قواتهم حققت تقدما في أكثر من محور ببنغازي وفق تعبيره في سياق متصل نفى مسؤول المكتب العالمي بمجلس الشورى ثوار بنغازي محمد عبد الرحمن استهدف أي تمركز لقواتهم في مدينة بنغازي لافتا إلى أن الغارات التي تشنها قوات حفتر لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية وأوضح عبد الرحمن أن محور الهواري شهد اجتباكات يوم أمس أسفرت عن سقوط ثلاثة جرحى من قوات حفتر وأشار مسؤول المكتب الإعلامي بمجلس شورى الثوار إلى أن معظم المحاور تشهد اليوم هدوءا حذرا أفاد مصدر من داخل مدينة جدابيا طلب عدم الكشف عن هويته بأن الغارات التي شنتها طائرة حربية تبعة لحفتر مساء اليوم أصابت أرضا فضاء تقع خلف مصنع الدقيق جنوب المدينة وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الغارة الجوية لم توقع أضرارا بشرية أو مادية وأكد النطق باسم الهلال الأحمر فرع جدابيا منصور عاطي مقتل طفل وإصابة آخر نتيجة وقوع قذيفة هاون على منزلهما بحي سبع أكتوبر مشيرا إلى أن المصاب موجود في العناية المركزة وفي سياق المتصل قال المتحدث باسم مجلس شورى ثوار جدابيا عبدالله المغربي إن الاجتباكات التي وقعت مساء الاثنين في حي القلوز أسفرت عن مقتل أحد عناصر مجلس شورى ثوار جدابيا قال مدير مستشفى محمد المغريف فرج قدربو إن المستشفى يعاني نقصا في المستلزمات الطبية وبعض الأدوية مشيرا إلى أن الهلال الأحمر فرع جدابيا قدم للمستشفى مساعدات طبية خاصة بالعمليات الجراحية هذا وقد أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع جدابيا عبر صفحته الرسمية أنه سلم قسم الإمداد الطبي بمستشفى محمد المغريف شحنة من الضمدات المعقمة الخاصة بالعمليات الجراحية مرسلة من جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي أعرب المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأخيرة في مدينة جدابيا وانهيار الأمن وترد الوضع الإنساني في المدينة وجدد المبعوث الأممي في رسالة وجهها إلى عميد بلدية جدابيا سالم جدران تحصلت قناة ليبيا لكل الأحرار على نسخة منها جدد تأكيده أن استهداف المدنيين يشكل جريمة حرب ويجب محاسبة المسؤولين عنها ورحب كوبلر بدعم المجلس البلدية جدابيا للاتفاق السياسي معتبرا أنه يعد خطوة نحو استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا قال عضو وفد المصالحة عن التبو محمد صندو إن لقاءا جمع وفدا من التبو مع أعيان ومشايخ قبلة الحساونة والتي ستشكل القوة المحايدة لتأمين مدينة يوباري تحت إشراف القوة الثالثة في براك الشاطي وأوضح صندو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أعيان ومشايخ قبلة الحساونة أعربوا عن ترحيبهم باتفاق المصالحة الذي وقع بين التبو والطوارب في الدوحة مؤكدين أنهم سيعملون من أجل إنجاح هذا الاتفاق وأشار صندو إلى قرب عقد لقاء بين اللجان المختلفة من قبيلتي أتبو والطوارب في مدينة سبهة قال المتحدث باسم غرفة عمليات أوباري التابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام مجد أبو هنة إن المدينة تشهد منذ ثلاثة أيام هدوءا نسبيا مع حدوث خروقات أمنية بسيطة وفق تعبيره وأشار أبو هنة إلى سوء الوضع الإنساني في المدينة مع استمرار إغلاق الطريق الواصل بين أوباري وسبهة وصعوبة وصول الإمدادات الغذائية والطبية من جهة أخرى أكد أبو هنة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاستعدادات قائمة من أجل عقد اجتماع يضم التبو والتوارب في مدينة سبهة موضحا أن ترتبات الأمنية التي تشمل تشكيل قوة المحايدة ستكون تحت إشراف القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب قال مدير مديرية الأمن بسبهة محمد بشر إن أكثر من ثلاثمائة سجين مسجلين كمجرمين خطيرين موجودون خارج السجون في مدينة سبهة وأوضح بشر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عدم تفعيل الهيئات القضائية وتأمين السجون هو أحد أسباب الإنفلات الأمنية الذي شهدته المدينة قبل عدة أشهر وأشار بشر إلى أن موديلية الأمن عقدت اجتماعا اليوم بحضور رئيس النيابة العامة والشرطة القضائية وقوة الردع الخاصة وذلك من أجل إيجاد آلية لتفعيل المحاكم وإعادة فتح السجون في مدينة سبهة قال رئيس المجلس المحلي في مدينة سرط عبدالفتاح السيوي إن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة أعدموا ستة أشخاص على الأقل ميدانيا في الساحة الرئيسية في المدينة خلال الأسبوعين الماضيين وأضف السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عمليات الإعدام تمت بناء على تهم تتعلق بعضها بمحاربة التنظيم والرد وأشار السيوي إلى أن المواطنين في سرط يعلقون آمالا في الفترة الحالية على الاتفاق الذي عقد في مدينة السخرات منوها إلى استمرار إغلاق المصارف وارتفاع أسعار المواد الغذائية أعلن المؤتمر الوطني العام عن خارطة طريق تتضمن تشكيل مجلس تشريعي جديد مؤقت يتكون من مائة عضو من المنطقة الشرقية بتزكية من القبائل والمجالس البلدية ومائة عضو من المؤتمر الوطني العام وأوضح عبدالقادر حويلي أن المجلس الجديد سيعمل وفقا للإعلان الدستوري إلى حين إجراء انتخابات تشريعية والانتهاء من كتابة الدستور الجديد مشيرا إلى أن عمل المجلس سيكون رقابيا تشريعيا وليس له علاقة باختصاصات حكومة الوحدة الوطنية وأضاف حويلي أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة في غضون شهر بعد الانتهاء من تشكيل المجلس التشريعي الجديد قائلا إنه سيتم تكوين لجنة من داخل هذا المجلس لمراقبة عمل مصر في ليبيا المركزي وإعادة تنظيم الجيش وضم التشكيلات المسلحة التشكيلة والحلة الجديدة للجسم التشريعي المؤتمر الوطني العام العمل بالإعلان الدستوري المعقد قارت الطريق المؤقتة إلى حين تجهيز الدستور وإجراء الانتخابات دائمة للبلاد لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة تفاصيل المبادرة والمقترحة من بعض أعضاء المؤتمر الوطني عام أولا جعل مئة مقعد للجهة الشرقية عن طريق التزكية من قبل القبائل لتكملة وحدة ليبيا والحفاظ عليها قالت عضو مجلس النواب سلطن مسعود إن رئاسة المجلس قررت في جلسة اليوم دعوة أعضاء البرلمان الاثنين القادم لتصويت على الاتفاق السياسي الموقع في الصخرات وأضافت مسعود لقناة ليبيا لكل الأحرار أن جلسة اليوم التي عقدت بحضور ثلاثين عضوا تقريبا في مدينة طبرق كانت تشاولية حول الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخرات المغربية أعلن مجلس أعيان ليبيا للمصالحة في بيان له تأييده للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة رغم أنه أتى منقوصا لعدم حضور كافة الأطراف بحسب البيان معتبرا إياه خطوة مهمة في اتجاه الاستقرار والتهدئة وأكد المجلس في بيانه دعمه لحكومة الوفاق الوطني شريطة عدم الاستعانة بقوات أجنبية عسكريا أو بأي شكل من أشكال المساس بسيادة ليبيا بحسب نص البيان وطلب البيان بالعمل على حل قضايا المهجرين في الداخل والخارج وعلى إتمام مشروع المصالحة الوطنية الشاملة داعيا إلى عدم إقصاء أي طرف سياسي أو مكون اجتماعي من المعادلة الليبية وأن يكون الوطن فوق الجميع أكد مجلس الحكماء والشورى بالكفرة دعمه وتأييده لحكومة الوفاق الوطني مشددا على ضرورة مساندتها لمواجهة التحديات المحلية والدولية ودع المجلس في بان له إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي الليبي وضرورة التوافق لتشكيل حكومة توافقية تمثل كافة شرائح الشعب الليبي وشدد مجلس الحكماء والشورى بالكفرة على ضرورة القضاء على بؤر الإرهاب وتطرف وحماية الحدود من الانتهاكات ومحاربة الفساد المالي والإداري مطالبا بالإسراع في معالجة ملف النازحين والمهجرين وتفعيل برنامج المصالحة الوطنية الشاملة وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي بير فردناندو كاسيني وصف زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى إيطاليا بالمهمة جدا معتبرا أنها تدل على أن إيطاليا تمثل مرجع رئيسيا بالنسبة إلى مستقبل ليبيا نقلت وكالة آكي الإيطالية عن كاسيني قوله تعليقا على زيارة السراج ولقائه رئيس الوزراء لإيطالي ماتيورينزي إن روما باتت تؤدي على صعيد منطقة المتوسط الدورة الذي يتيح لها دفع أوروبا إلى التزام أكبر تجاه حل الأزمة الليبية وفق تعبيره هذا وأدى السراج أمس زيارة إلى روما أعرب خلالها رئيس الوزراء لإيطالي ماتيورينزي عن ثقته بقدرة السلطات الليبية الجديدة على مواجهة التحديات بدءا بتشكيل الحكومة وصولا إلى وضع الإطار المؤسسي لها المجتمع الدولي ملتزم بدعم حكومة الوفاق الوطني تطمينات صدرت عن شخصيات وعماسم دولية عدة مباشرة بعد توقيع الاتفاق السياسي في الصخرات وهو دعم منتظر في عدة أوجه فعلى الصعيد الاقتصادي قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت إن أهم خطوة هي مساعدة المؤسسة الوطنية للنفط على زيادة إنتاج النفط والغاز إضافة إلى تفعيل دور مصر في ليبيا المركزي وفي السياق عبر رئيس الوزراء لطالمة يورينزي عن استعداد بلاده لتأهيل الخدمات الأساسية وخلق قاعدة للتنمية مؤكدا أن ليبيا الجديدة يمكنها الاعتماد على الدعم القوي لإيطاليا لخلق قاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي باب آخر قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بيناتي إن مهمة المجتمع الدولي تتمثل في مساعدة حكومة الوفاق الوطني في مكافحة الإرهاب مشديدة على أن بلادها مستعدة للاعب دور قيادي في البلاد وتدريب الجيش لتطوير المؤسسة العسكرية الليبية فور تشكيل حكومة الوفاق حاجيات أكدها وزير الخارجية في حكومة الأزمة محمد الدائري عندما أفاد بأن ليبيا تحتاج حاليا للأسلحة ولبعض المساعدة في التدريب والتخطيط مشيرا إلى أنه سيكون بالإمكان توجيه طلب لمجلس الأمن من أجل رفع القيود المفروضة على الجيش بمجرد تشكيل حكومة الوفاق الوطني سياسيا رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد اتفاق الصخيرات قائلا إن بلادهم التزمة بشكل كامل بالعمل مع حكومة الوفاق على معالجة المشاكل التي تواجهها ووسط هذه التطمينات الدولية تطرح أكثر من علامة استفهام حول ضمنات التزام الأطراف الدولية بدعم حكومة الوفاق ومدها بجميع حاجياتها وطرق مراقبة وتقنين هذا الدعم حتى يوظف في الاتجاه الصحيح نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل حراك في مدينة درنة يشمل الترفيه وتفعيل الأجهزة الرسمية وتقليل المساعدات الإنسانية شورى ثوار بنغازي يؤكد مقتل أربعة عناصر من قوات حفتر وإصابة عدد آخر بمحور نواقية والحاسي يقولون طائراتهم استهدفت تمركزات لشورى الثوار في مدينة بنغازي الهلال الأحمر فرعج دابيا يعلن مقتل طفل وإصابة آخر نتيجة سقوط قذفة هاون على منزلهم بحي سبع أكتوبر وكوبلر يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين المؤتمر الوطني يعلن خارطة طريق تتضمن تشكيل مجلس تشريعي من 200 عضو يعمل وفقا للإعلان الدستوري إلى حين إجراء انتخابات تشريعية والانتهاء من كتابة الدستور أهلا بكم مجددا في التاسعة قال الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني محمد إسماعيل إنه تم تشكيل غرفة وزارية أمنية لمتابعة الوضع الأمني في ليبيا ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير وأضف إسماعيل في مؤتمر صحفي بخصوص آخر التطورات على الساحة الوطنية أنه تم الاتفاق على آلية لصرف مرتبات النزحين الذين تم إيقاف مرتباتهم بالتعاون مع المجالس البلدية وخاصة المجلس البلدية بنغازي وأشار الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني إلى أنه تمت معالجة المشاكل التي تواجه الطلبة المفادين إلى الخارج من قبل وزارة التعليم العالي وإدارة البعثات بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوص التمديدات الدراسية كان هناك اجتماع بالأمس لمجلس الوزراء تم فيه مناقشة الوضع الأمني وتمخذ ونتج طبعا عنه وهو إنشاء غرفة وزرية أمنية لمتابعة الوضع الأمني قال عمد بلدية جال شعيب الأمين إنه سيتم تفعيل الأمن في اليومين القادمين عن طريق القاطع الحدودي الجنوبي في المدينة وأكد الأمين أن آمر القاطع الحدودي سيباشر عمله في اليومين القادمين بتجميع كافة الضباط وضباط الصف واستدعاء كافة جنود الاحتياط المنتسبين للجيش مشيرا إلى أنه سيتم المجاهرة بالأمن من خلال الدوليات في الفترة المسائية والبوابات الرسمية أكد عميد بلدية زليتن مفتاح أحمادي مقتل الشيخ مصطفى أبو بكر تومي إثر انفجار سيارته صباح اليوم بشارع برغية في مدينة زليتن وأوضح أحمادي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تومي نقل إلى المستشفى فور وقوع الانفجار ولكنه توفي متأثرا بجراحه مشيرا إلى أن الشيخ مصطفى أبو بكر تومي هو إمام لأحد مساجد مدينة زليتن وقد ساهم في مساعي الصلح داخل المدينة أكد عضو المجلس البلد زوارة باسمدهان اندلاع حريق بأحد مخازن الأدوية في المدينة يوم أمس مضح أن الأضرار كبيرة بحسب وصفه وأضف دهان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الحريق أصاب ثلاجة الأدوية وأجهزة تشغيل المعامل فضلا عن تضرر بعض الأدوية بفعل الحرارة مشيرا إلى أن مستشفى المدينة يعمل على حصر الأضرار لمعرفة قيمة الخسائر وقال عضو المجلس البلد زوارة أن رجال الإطفاء والسلامة الوطنية تمكنوا من السيطرة على الحريق لافتا إلى أن تحقيقات جارية من قبل مدينية الأمن للتعرف على أسباب الحريق قام جهاز الحرس البلدي في مدينة درنا بإطلاف كمية من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري وأوضح مندوب جهاز الحرس البلدي درنا فرج الشاعري أن المواد صدرت أثناء جولات عناصر الحرس الميدانية على المحلات لافتا إلى أن بعض التجار قاموا بإحضار مجموعة من المواد المنتهية الصلاحية إلى مقر الجهاز قبل أن يتم إطلافها بمكب للنفايات غرب درنا وبحضور مندوب عن مكتب التفتيش الصحي يشار إلى أن مقر جهاز الحرس البلدي في درنا تعرض المدة الماضية إلى استهداف بعبوة ناسفة خلفت أضراراً مادية اليوم بفضل الله تعالى تم إعدام كمية من المواد الغذائية التي تم أصدارها ومنها تم قيام تجار المحلات الغذائية بتسليمها هذا وتشهد مدينة درنا منذ مدة حراكاً يشمل جميع أوجه الحياة من الترفيه إلى تفعيل الأجهزة الرسمية وأنشطة الأطفال والمساعدات الإنسانية والأنشطة الرياضية وهو حراك غاب عن المدينة منذ مدة ما جعل عدداً من المراقبين يؤكدون أن درنا استعادت عافيتها عقب سنوات من سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة عليها خل العواصم وارتفاع قصورها والناطحات بحسها وبدورها واقصد هداك الله درنا إنها بلد يحار الشعر في تصويرها بهذه الأبياد تغزل الشعر حسين الحلافي بدرة الجبل ومدينة الثقافة المدينة التي ظن العالم أنها غابت في ظلام التطرف فكان لأهلها رأي آخر لا يكاد يمر يوم على المدينة بعد انتهاء سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة عليها إلا ويعلن عن إقامة مناسبة احتفالية هنا أو ندوة هناك أو حملة خيرية تمد يد العون للمحتاجين من أبنائها أسبوعان شهدت خلالهما درنا مهرجانا للتفولة أشاد المشاركون فيه بحسن تنظيم القائمين عليه من شباب المدينة لتكون المفاجأة بفوز المهرجان بجائزة أفضل عمل تطوي في ليبيا لعام 2015 مدينة المسرح والأدباء استضافت في الرابع والعشرين من ديسمبر فرقة ذات الرمال من بنغازي الفرقة قدمت عرضا مسرحيا للأطفال رسم البسمة على وجوههم بعد أن غابت عنهم منذ زمن عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات التطوهية يواصلون حملاتهم التطوهية كان آخرها حملة 200 حقيبة مدرسية مزودة بمختلف احتياجات التلاميذ من السنة الدراسية الأولى حتى الصف التاسع وفي درنا للرياضة نصيبها أيضا النادي الإفريقي ورغم أن مقره بحي الساحل الشرقي والذي يعد منطقة اشتباكات بدأ في استعداداته للبطولة الودية على أرضية ملعب درنا دعا إليها أندية الأهل ترابلس والأهل بنغازي بالإضافة إلى ناديي الأخضر ودارنس هي درنا التي أحبها أهلها فأرادوا أن يثبتوا لذوي القربة وللعالم أنها مدينة لا يقيم الإرهاب فيها مهما اشتدت سطوته توفي يوم أمس في مدينة جدابيا أحد أشهر صائد السقور ومربين نحل في ليبيا ملود سعيد الفاخري وذلك إثر حادث سير بأحد مداخل المدينة الفاخري كان أصدر كتابا تحت عنوان السقور والشواهين الليبية استيادها وتدريبها وعلاجها والصيد بها كما أنه يعد من خبراء الصحراء الكبرى يشار إلى أن الفاخري كان من أوائل الذين أدخلوا لعبة الكرة الطائرة والكرة السلة إلى جدابيا إضافة إلى كونه من رعيل الأول من المعلمين الذين درسوا بمدرسة طارق بن زياد في مدينة جدابيا وقبل نهاية التاسعة إليكم تذكيرا بعناوينها شورى ثوار بنغازي يؤكد مقتل أربعة عناصر من قوات حفتر وإصابة عدد آخر في محور النواغية والحاسي يقول أن طائراتهم استهدفت تمركزات لشورى الثوار في مدينة بنغازي الهلال الأحمر فرع جدابيا يعلن مقتل طفل وإصابة آخر نتيجة سقوط قذفة هاون على منزلهما في حي سبعة كتوبر وكوبلار يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين المؤتمر الوطني يعلن خارطة طريق تتضمن تشكيل مجلس تشريعي من 200 عضو يعمل وفقا للإعلان الدستوري إلى حين إجراء انتخابات تشريعية والانتهاء من كتابة الدستور ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة